مازلنا مع الفنون مشاهدينا ونلتقي الآن الموسيقي المغربي يونس الأمين وهو فنان شاب يغني بالعربية والانجليزية والفرنسية يؤلف كلمات غنية ويلحنها والتي طبعا تحاول أن تقدم للشباب العربي نوع جديد من الكلمات والأفكار وبالطبع الموسيقى سيكون لنا حوار مع يونس سنتطلع أكثر عن أهم محطاته طبعا في المشوار الفني لكن في البداية مشاهدينا نستمع إلى جزء من أحدث أغنياتي المصورة في دروب الناس نتابعا دروب الناس اغنياتي وكل مع filme مشاهدي موسيقى أنا والماضي أدرو بالناس ناسي لي لتفوق وما تعود وما توقف ولو تنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينضم إلينا ومشاهدين في الأستوديو هنا يونس الأمين وهو موسيقي مغربي طبعا موسيقي وملحن وكاتب أهلا بك يونس شكرا لك أهلا بك حفظة معك من موضوع كما ذكرنا في البداية موضوع التلحين موضوع الغناء موضوع طبعا حتى الكتابة يعني البعض يتساءل لماذا تنتهج هذا الأسلوب لا تعتمد على مثلا الشركات أو حتى على موضوع الإنتاج الخارجي هو إنتاج ذاتي يمكن لأنني كتجيني فكرة كتجيني يعني موسيقى وكلمات عندي موهيبة في الموسيقى وعندي موهيبة كذلك في الكتابة يعني كنستعملهم كنستعملهم بشجوك ندير كذلك الإنتاج لأنها كذلك مسألة كنتم بها يعني أنت فقط موضوع أنه مثلا أنت كما ذكرت أنه ممكن تجي على بالك فكرة تلحنها تكتب تنتجها أنت لا تريد أن تنتظر لا من شركة هل موضوع موضوع مثلا ممكن يدخل فيه الموضوع المادي أو لا هو الموضوع المادي ما كثير تهتم إلو مثلا أنك مش مضطرة تتفع حق كلمات حق مثلا لشركة إنتاج أو غيره وهي ممكن لك تأخذ وقت أكتر كما قلت لك كنفضل من أجل فكرة نخرجها الوجود يعني من جميع الزوايا ديلا طب جميل هذه موهب جميلة كما ذكرت يعني إن شاء الله الله يعطيك الصحة طبعا الملاحظ في بعض الأغاني بأن تعتمد يمكن أنت أسلوب قلة الآلات الموسيقية في الأغاني لماذا هل يمكن مثلا البعض بقول أنه تظهر الصوت أكتر تقلل لأنه كثرة الآلات الموسيقية في بعض الأغاني يمكن تجذب أو لا تجذب للمطرب من خلال صوته الجميل بإختصال مدرسة اللي كان تميلة هي مدرسة الفولك يعني الأغاني الأساسية فيها هي القيتار الأغلبية الأغاني كيكونوا فيها كينتلقهم القيتار هو اللي كان دير كان لحن في القيتار وكان زيد آلات أخرين يعني كان نخدم مع موسيقين أخرين وبطبيعة الحال كان نخليه الإحساس يبان في الأغنية لأنه يمكن نغطيه عليه إلا درنا آلات كتار ولذلك أنا مذكرت أنه ممكن أن نتدخل آلات عديدة في الحفلات أو حتى في الأغاني ممكن الصوت يختلف يختلف فعلاً أول ما يسمى بالأوفرداب يعني يحتفى في السجيلات هناك كثير من السجيلات كيكونوا يعني يمكن نحتل 16 آلاف في أغنية بس ما بتخاف يونس لأنه يعني الشكل العام الموجود في دولنا العربية أنه يتم التلاعب عن طريق فعلاً لكن أنت اليوم تستخدم مثلاً آلة أو آلتين وأنت تغني هذا يعني جرأة وكان نرجع على يعني كيف شغل نقولك هو اختيار اختيار وكان نتحمله صحيح موسيقى اللي كتعجبني دائرة بحالك ده وش اللي كان دير يعني ما كان دير حتاش اختيار تجاري ما كان اعتمش واش ممكن توصل لملايين للناس ولا آلاف إليه ممكن وخيكون عدد هو شوفه طريق جميل جداً وخاصاً أنه في كتير من الناس العمالقة أيضاً في موضوع الغناء اعتمدوا على آلة العود فقط لما يعتمدوا على عديد من الآلة طيب ليش اخترت الغتار هل له مثلاً قصة أو تعلقت فيه أو شو القصة وراء الغتار وهي آلة كان بغيها بزاف صراحة كان بغيها كمستمع والدافع اللي تفعليني لنتعلن الغتار هي كنت كان سمع الناس كيلعبوها وحسيت بواحد النوع من جاذبية اللي خلتني شريت آلة وتعلمت لها كديش كان عمرك أول ما اشتريت كنت سيديت ديك الوقت في الضر البيضاء كنت في أقسم تحضرية في ديك الوقت وما كان عندي حتى شي يعني حتى شي علاقة مع الموسيقى ولا مع القيتار وانطلقت من هناك ما شاء الله ذكرنا انه بتغني بالفرنسية وبالعربية وبالانجليزية طيب انت كيونس وين بتحس اكتر عربي انجليزي ام فرنسي وهي كل اللغة عندها يعني مسائل خاصة بها كان فضل عربية لانها هي اللغة اللي تزاتيت فيها وكبرت بها ولكن بحكم انني يعني عشت بلدان اخرى انني عشت في فرنسا تقريبا 13 سنة 14 سنة وباقي كان مشي لها ممكن مثلا بتلاقي ان الجمهور في فرنسا متنوع اكثر فممكن توصلهم باقرب بالفرنسية فعلا ولكن يعني السبب هو يعني يمكن لي نكتب بالفرنسية ونكتب مزيان كان ذرا حتى تصير تكتب بالعربية مزيان اكتر ان شاء الله طيب هل يعني عندك انت مثلا في المستقبل فكرة عن موضوع رتم الاغاني كلمات هذه الاغاني هل بتحاول انه تختلف مع المستقبل هل تحاول انه تقترب اكثر من موضوع الشباب او تحافظ على رتم واحد معين ايوة Holy بانسبة النقطة القتلة لج endangered الشباب الموسيقى اللي كان دير كانتت تعجب الشباب بزاف طرحها هما المستمعين اكتر لان انك ارجع الجدور الجدور للموسيقى وهي تكون غاب ألة ألة القيتار تعجب يألة اللي using to the business و کاكتب بالناس اكتر صحح على ان الآن غلباة يعني موسيقى بوب اكتر الكتورنية إلا كان شيء مشروع في المستقبل يعني من فاتح الجميع المشاريع اللي بانوا في هذه الساعة كندير الموسيقى اللي كتب ليها أنا قريب ليها طيب ذكرت بأنك أنت من مدرسة الفولكي يمكن الفولكي الأمريكي الأفولكي أمريكي إلى أي مدى تأثرك بهذه المدرسة وحتى يعني لو تحدثنا عن مثلا بعض العمالقة فيها ما نأثر فيك وكيف نعكس على الأغاني والموسيقى وكتابات أيضا هناك كثير من الناس هناك بيت سيجر هناك غريمورايت بوب ديلان جوني كاش يعني كان بزاف ديال ليد بيلي يعني كان من الأوائل كذلك ولكن غير باش نجوب كذلك على النقطة اللي قلت لي أن الفولكي أمريكي ولكن يمكن نجمع واحدة مع يعني الناس اللي كيدروا مثلا في المغرب كي الناس الغيوان يعني كيعتمدوا على آلات حل بندير جنب يعني كان إنشاء آلات كيعتمدوا عليها حتى وما قراب للفولك طيب ليش الأمريكي خاصة أنت في المغرب وقريب من أوروبا وعشت في فرنسا وفي بريطانيا ليش مثلا مو الإيطالي ليش مو يعني ليش الأمريكي ولأنه كانت عندهم رياضة رياضة في الموسيقى في واحدة يعني في النوعة دا وفي السنوات دي الستينات سبعينات اللي هي الموسيقى اللي كان بويكتر يعني غير تلقت الموسيقى دي لهم وعشبتني جميل طيب بدي أسألك على موضوع ذكرت في أغادير وممكن تحدثنا أنا وأنت عن موضوع أغادير هل هناك سبب معين بأنك تهتم حتى يمكن قبل الهواء أو تحت الهواء ذكرت بأنه من شهرين كان عندك حفلة أو مهرجان في أغادير أو مهرجان موسيقي وغنائي لماذا؟ هل لأنك أنت من هذه المنطقة بتهتم فيها بتهتم أكثر ولا لا مثلا أنت لكل المغرب وبطبيعة الحال كانت تم مصق الرأس مدينة الكبرت فيها وكان بغياب الزفع الله جيت منها غالبار بنسبة أي مشروع كان نحاول نكون فيه بطبيعة الحال كانوا مشاريع حاولت نشارك فيهم يعني ليس فقط موضوع اهتمام إنما حتى ممكن أي طلب في المغرب أو حتى في أغادير أنت جاهز لتلبيته لأن موسيقى فيها نوع من يعني كتجاوز الحدود ولكن بطبيعة الحال إلا كين مسائل كي يجو من مسقط الرأس حبت تشارك بمهرجانات عربية أيضا؟ معلوم بطبيعة الحال طبيعة الحال إلاجة ودعبوت محبوب يوم طيب جميل بالنسبة إلى أنت تقيم حفلات في بريطانيا وأيضا في فرنسا وفي عدد وفي المغرب هل هناك مشروع مثلا دول مختلفة أو حتى تتجه إلى دول أبعاد مثلا مثل أمريكا هل هناك خطة؟ كين مشروع بأننا ندر يعني مجموع من الحفلات في الولايات المتحدة كنشوف غار مع الماناتجر كنحاول ننسق المسائل غادي تكون قريبا إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق شو جديد يونس هل هناك مثلا ألبوم جديد هل هناك بعض الأغاني يمكن أنت أطلقت ألبوم منذ فترة أخرجت سنجل أغاني سنجل أخرجت أغنية سميتها منظر غريب وعندي مجموعة هذه الأغاني سجلتهم كان فكري ما قاعدين نخرجهم في ألبوم واحد ما قاعدين نقسمهم لجموعة سنجل منظر غريب أغنية قريبة تحب تسمعنا شيء منها يمكن أن نقول لك الكلمات دي لا منظر غريب في عيونك يا هايم قلس تأمل في الأمكان تتسلم معجزة من الزمان منظر غريب في عيونك يا من هون الخاطر اليوم تتساءل كيف تتلائم مع ظروف المستحيل منظر غريب منظر غريب منظر غريب ويا هايم يا أخي عندي لك جواب طريق الأمل في باطن القلب مرسومة تبعها يا إنسان تبعها بلا تنازل وليكسر الوجود رافع بر الأمان يعطيك العافية يسلمها التم زي ما نقول إحنا شكرا هل عندك فكرة لمشروع غاني أمازيغية يعني هذا يمكن الناس بتسأل عنه الموضوع خاصة أنت تعيش في مدينة يوجد فيها عدد كبير يعني عندك جوضر أمازيغية بطبيعة الحال ينبسطوا منك طبعا معلوم معلوم إلى تحت الفرصة يعني دي مسألة كنفكر فيها هل بتفكر مثلا أنه فعلا ممكن أنك تكتب وتلحن لأنهم يمكن إلها لحن خاص ولا إلها كتابة خاصة الكتابة ما نقدرش لأنه ما كانت تقنش اللغة مزيان ولكن يعني ندروا مزيج مع أهلات أمازيغية أهل بيعتبوا عليكم لازم للك غاد ندرها غاد ندرها إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق طبعا إليك وإحنا فخورين فيك نحن فخورون طبعا فيك ونشكرك جزيلا وجودك معنا كل التوفيق إليك طبعا يونس يونس الأمين المطربة مغربي شكرا لحضورك معنا كلمة أخيرة لو بتحب توجه أي شيء للمغرب وتحياتي للجمهور العربي وتحياتي الإخوان المغربة وجميع العرب وجميع الناس يعني في المكان تحياتنا إليك شكرا جدا لك شكرا جدا لك